وكل متابعين اللي موجودين في العراق وفي الوطن العربي صباح الخير عليكم صباح الخير وأكيد نوارتنا بداية حابة أسألك هل رأيك اليوم برأيك اليوم ما تصنع الصين من التكنولوجيا أنه تريد تحتل عقلنا وتعرف عواطفنا وتعرف غضبنا هذه التقنية صحيحة وناجحة برأيك أم لا طبعا مثل ما تحدثت في بداية الموضوع أنه أفاد التقارير على معهد AI اللي موجود في مركز هيفي الشامل للعلوم الوطنية في بكين أنه اخترعوا برنامج جديد للكشف عن اليوزر من خلال ملامح الوجه والسيطرة على الموجات الدماغية ما هو أنه رأيه بمشاهدة فيديو ذكرى صحيفة تايمز أنه نشر فيديو هذا الفيديو بمحتوى خاص سياسي فمن خلال التعابير الموجودة على الوجه الإنسان هل هي إيجابية أمسلبية رح يتعرفون أنه هذا الشخص راضي بالنسبة لهذا الفيديو أو لا نعم طيب برأيك هل رح تنجح هاي التقنية؟ هاي التقنية رح تناجحة؟ بالنسبة على مستوى الصين هي أكيد ناجحة لأنه تعرفون أنه الصين هم عدهم بلاتفورم بعيد عن اللي عندنا مثلا مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك والجوجل هم عدهم مواقع التواصل الاجتماعي أخرى وغالقين على البلد مالتهم ومسيطرين على الشعب مالتهم في ذلك المستخدمين اللي موجودين في الصين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعية مثل الكسونة مثل الويتشات مثل السينا ويبو فهذا المواقع أنه من تسجلين إلها لازم تذكرين بها معلوماتك اسمك الحقيقي أيضا أكو في خاصية أنه تتعرف على الوجه أنه هذا الشخص مو روبورت إنه ما شخص حقيقي وبالإضافة أنه ينطل ناشينال آيدي مالتا حتى يفعل الحساب مالتا خاطر يقدر يسولف ويالأصدقاء ويعلق فمن خلال قراءة التعليقات هناك سكريبتات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحلل هذا التعليق وتحلل أيضا من خلال الكاميرا اللي موجودة على الهاتف تعابير الوجه اللي هي حقيقية أنه راضى عن هذا الشيء أو لا طيب خلينا نتحدث عن التقنية من الناحية التكنولوجية أريد أعرف راح الشور راح تتطبق وشلون إجدتي أصلا أو هم راح يصير أنه تقبل من الناس إقبال عليها راح يكون من الناس لو نرجع احنا شوي مبسطها بالأمر هي هاي تقنية موجودة بأغلب البلاتفورم لذلك اللي المواقع التواصل الاجتماعي أقصد بها همين موجودة عدنا لذلك احنا مرات من نسولف على فد منتج معين وإحنا ما بدينا التليفون بيننا كأصدقاء راح نجي نفتح مثلا مواقع التواصل الاجتماعي راح نشوف أنه إعلانات على هذا المنتج اللي سولفنا به قبل شوان فإحنا شو نقول أنه مواقع التواصل الاجتماعي تتجسس علينا لا أنه لا يوجد هذا الشيء أنه يوجد سكريبتات مكتوبة بلغة برمجية أنه إذا هذا الشخص تحدث على نوع معين يظهر للإعلان من خلال قاعدة البيانات الموجودة المخزنة فهي هاي عملية البزنس اللي موجودة بمواقع التواصل الاجتماعي ويعرف أنه اليوزر هو مدمن أغلب وقته في هذا الوقت الحالي على الانترنت نعم زيني شو الهدف من هاي التقنية؟ أوكي عرفوا تحركاتنا وعرفوا نوايانا وأحاسيسنا وكل هاي الأمور وبعدياً بالنسبة للسياسة بالنسبة للسياسة رح يسيطر أكثر على المجتمع وعلى الشعب مالت رح يعرف أنه وين الآراء مالتة وين توجهاته فرح يسيطر على الشعب مالتة بالنسبة للسياسة لذلك الصين هي من نزلوا الفيديو ذكرت صحيفة تايمز نزلوا الفيديو أنه كيفية مشاهدة شخص على محتوى سياسي أنه هل هو راضي على نظام الحاكم الشيوعي عندهم أو لا وبعد فترة رأساً من مسحتها الصين حتى لا تتعرف الدول الأخرى أيضاً على التقنية اللي قدروا يوصلون إلها في مواقعهم وبرامجهم المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكيد طيب برأيك رح تكون دقيقة في كشف مشاعرنا وحاسيسنا وعواطفنا اللي إحنا نمطيها للناس حتكون دقيقة بهذا الشيء؟ بالإمكان ممكن أنه لما ننسوا مثلاً حساب مزيف ما رح يظهر هذا الشيء بس هناك في هذه المواقع التواصل حتى ندخل إلها وعالمها فما أقدر أكون أنه أكون مزيف لأنه رح يطلب من عندي الفيس آيدي رح يطلب من عندي الناشنال آيدي الأدرس فما رح أدخل الآن هنا أنا رح يكون كل شيء مسيطر علي فبالتالي أنا ما عندي الحرية عن التعبير عن الرأي لأنه إذا عبرت عن الرأي بشكل مخالف أو مضاد للمحتوى اللي أنا إذا أشوفه فرح تكون السلطات قريبة على مركز بيتي ورح يستدعوني وإنه شنو توجهاتك وليش أنت مخالف أو ضد الحكم السياسي فبالتالي هذا الشيء موجود هو حقيقي وموجود أيضا للدليل يعني بخوار رسميات اليوتيوب أو موجودة بالفيسبوك مثلا لما نفشر أو نكتفت شيء في شهر وندزه كتعليق ما يظهر يخفي بس الأدمن أو صاحب البوست رح يقرأ أنه هذا الشخص تركفت كلمة سيئة فيعلن عنها أو لا فبالتالي هم مسيطرين من خلال أيضا التعليقات كتابة التعليقات ذكاء الاصطناعي يحلل هذا التعليق قبل لا ينشره نعم أكيد يعني الموضوع صار قلق بصراحة لكن اليوم جائحة كورونا هل ساهمت بهاي الفكرة أو تبلور هاي الفكرة عند الصين نعم نعم ساهمت بالكثير بالتقدم أيضا والوصول إلى كثير من الأمور كما وهواية ناس أنه يعملون من خلال المنزل عن بعد عن طريق الإنترنت هاتشانت ما موجودة قبل جائحة كورونا من خلال جائحة كورونا وصلنا إلى هذا الشيء فأيضا أنه هذه التقنيات يعني مو جديدة بالنسبة على مستوى الصين وعلى مستوى أمريكا نحن في سنة الـ 2022 والتقنية كلش بعيدة واصلين مرحلة كبيرة جدا طيب أريد أعرف احنا تكلمنا هواية عن الموضوع لكن أريد أعرف مظار هذا الموضوع علينا هل راح يعني يقتحم الخصوصية اللي احنا بيها نعم بالنسبة للخصوصية مالتنا أكيد يعني ما راح يصير عندنا بعد حرية التعبير ما راح نقدر نعبر عن الشيء اللي رحنا نريده وبالتالي هو احنا مراقبين صرنا أكثر ليش؟ لأنه احنا من دخلنا هذا العالم المواقع التواصل الاجتماعي هدفها هو أنه أنه يتعرف على أصدقاء أو تعرف أو تواصل أو تحكم عن بعض فمن أشوف أنه أنه المسؤول عن هذا البلاتفورم أو السوشال ميديا تابع لجهة سياسية راح يتحكم بي ما راح أقدر أعبر راح أتأثر علي بالنسبة لي يعني أحصل من عنده مشاكل فرح تضطر الناس تبتعد عنه وما تسوي وزارات وتدخل إلى هذا الواقع الافتراضي عن طريق السوشال ميديا يعني برأيك يجب أنه نقلق ونكون حذرين أكثر بخصوص الموضوع هذا الأشياء السلبية اللي بهذا الموضوع لربما إحنا مرات بياناتنا نذكر موضوع أو نحشي عن موضوع أو نفكر أنه إحنا نسوي سيرش أو نشتري شغلة نلقاه قدامنا تلقائيا على السوشال ميديا شن الفوائد من هالشي يعني هل تعتبر تسهيل لأفكارنا تسهيل عملية البحث تسهيل عملية الشراء مثلا بالنسبة لهالخوارزميات من إحنا نسولف ويا أصدقائنا الإعلانات هذا مسألة بيزنس بعيدا عن كل البعد بالنسبة على السيطرة اللي تتأسسها الصين والتريد توصلها لأنه تعرفون شعب الصين شعب رقم كبير فوق المليار شخص شون تسيطر عليه فمن خلال وجود البلادفوم من خلال أنه دخول اليوزر إلى هذا العالم الانترنت فبالتالي رح يسيطر عليه يشوف شنو توجهاته شنو الأفكار اللي دي يطرحها منهم المجامع اللي هو جاي يلتقي بيهم شنو الأشياء اللي هو يحبها كمحتوى أو ما يحبه فلذلك هم يسيطرون على الشعب مالتهم بهذه الطريقة إذن خلينا نسمع من عندك نصائح أخيرة إذا طبقت هذه التقنية عدنا خصوصا بالعراق إشلون ممكن إحنا ما نخليها تكشف مشاعرنا أو تاخذ الخصوصية كلها مالتنا إنه ما ننطي كل اهتمامنا زايد عن طريق الإنترنت ما ننطي كل تفاصيلنا الخاصة بنا كلها على الإنترنت وإحنا الدليل التي ذكرت قبل شوية عن الخصوصية إنه هنانا في أوروبا بعض الأحيان منلتق الصورة يسأل قبل ليأخذ الصورة يقولك راح تنزلها على الإنترنت ما يتقبل ليش لأني خافي مريد صورته تكون على الإنترنت فماذا لو كان اسمي وعنواني ورقم تليفوني والباسورد مالتي أنا موجود أصلا مخزنة في الفيسبوك أو الإنستغرام وبالتالي أنا ما راح أقدر أتحكم بكل شيء اللي أسوي ليش لأنني مراقب خلاص يعني وصلت مرحلة أنني مسيطرة عليك هذا بالعراق إحنا نعتبره شيء خطر هو يعني يأخذوني الخصوصية كلها مالتنا إذن شكرا إليك ونورتنا أكيد وشكرا على كل المعلومات اللي قدمتها اشتركوا في القناة